موسيقى هذه الآيات المكية أقرأها ويصيبوني الرعب عندما أتلوها ولها آيات مشابهة في كتاب الله العزيز ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبوا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون حقيقة فيها تصور أن تنايم مسترخي مطمئن وبيحصل زلزال أو بيحصل سنامي أو تحصل كارثة والعياذ بالله أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَيَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بُحَرًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ تحصل كوارث كثيرة فالناس تبدأ تعلق حصل هذا لما صارت سونامي في منطقة جنوب شرق آسيا وراح ضحية له حوالي ربع مليون إنسان لما تحصل زلازل في بعض المناطق تحصل كوارث فيضانات سواء ضربت مناطق فيها مسلمين أو غير مسلمين البعض يركز على أن هذا بسبب معاصي معينة بينما هناك آيات قرآنية تخبرنا بأنه لا مفر من أن نبتلى لا مفر من أن نمتحن في إيماننا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين هل مطلوب مننا يعني ما هو المطلوب من المسلم في مثل هذه الظروف أن يقول لمن ابتلي بمثل ذلك لو لا معاصيك لما وقع لما حل بك ما حل أعتقد أنه الإشكال الأكبر في هذا يكمن في قضيتين القضية الأولى في فهم فلسفة الإبتلاء القضية الثانية في آلية التعامل مع الإبتلاءات وقبل أن ندخل في أي حديث عن هل هو عقاب وانتقام من الله عز وجل أم هو ابتلاء ومحبة لأنه دائما الناس يتناقشون في هاتين القضيتين هل هذا عقاب من الله عز وجل وصخط وانتقام أو هو محبة وابتلاء هناك نقطة قبل ذلك كله لها العلاقة في التقييم أنه غالب الناس لما تأتي أو كثير من الناس عندما تقع مثل هذه النوازل مباشرة يسعون إلى تقييم الآخر يعني فيتهمون الناس بالفسق يتهمونهم بالظلم يتهمونهم وعندما يحل الأمر عليهم يرون في ذلك ابتلاء للمؤمنين وهذا فيه تزكية للذات وسؤضا بالآخر فبتشوف ازدواجية في التعامل هو إذا أصابه البلاء نفسه يقول أن الله عز وجل أراد أن يختبرنا وهذا محبة من الله عز وجل إذا وقع نفس البلاء بآخرين فأنه يقول الله عز وجل ينتقم منهم هذا له علاقة باستعلاء إيماني إنه هو شايف نفسه أفضل منهم وهذا يحتاج مننا إلى فعلا أن تكون الصورة مقلوبة تماما في السلف الصالح حتى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت أصابتهم مصيبة وقعت بهم مصيبة فاتشوا عن أنفسهم فاتهموا أنفسهم ولم يزكوها بينما كانوا في التعامل مع الآخرين يحسنون الظن بالآخرين فلذلك دائما الإنسان إذا وقع في أي ابتلاء ورأى ابتلاء عليه أن تكون نظرته إما نظرة واحدة منسجمة أو أن لا يزكي نفسه ويتعامل باستعلاء مع الآخرين أخيرتني بوقف يونس عليه السلام عندما ابتلعه الحوت الدعاء الذي كان يكرره وهو في بطن الحوت سبحانك لا إله لا إله سبحانك إني كنت من الظالمين يعني هو فعلا صلت الضوء على ذاته ابتهل إلى الله مستغفرا لظلم وقع منه أو لمعتبر أنه ظلم وقع منه فعلا هذا الذي ينبغي أن يفعله الواحد يعني هي المسألة ليست المسألة متعلقة بكون هذا الذي حصل هل هو عقوب أم ابتلاء وإنما المطلوب مننا والتكليف الذي في حقنا أن نبدأ ابتداءا يعني ورد الآن الإيمان والتقوى لو أن أهل القرى آمنوا والتقوى فنحن المطلوب مننا أن نقوم بالإيمان وأن نؤمن بالله حق الإيمان وأن نتق الله عزل حق التقوى هذا هو المطلوب الذي يجب علينا فعله العاقبة التي تحصل أو سواء كان هذا الأمر ابتلاءا أو عقوبة هذه العاقبة ممكن أن تتحول إلى منحة إذا أحسننا وصبرنا ويعني رجعنا إلى الله عزل وتبنا إلى الله عزل فيها وممكن أن تتحول إلى عقوبة إذا كان العكس إذا لم نصبر فالبسألة يعني النظر إليها أنها عقوبة أم ابتلاء متعلقة يعني بطريقة تعاملنا معها فعلا وكم من منحة في رحم محنة فلذلك فلذلك الذي يحدد أنها عقوبة أو أنها رحمة من الله تبارك وتعالى ليس الفعل وإنما ردة الفعل عليها ليست المصيبة فقد تكون المصيبة ذاتها إذا وقعت على قوم عقوبة وانتقام من أحدهم ورحمة وعطاء لأحدهم الآخر فإذا تعامل أحدهم معها بجحود وإنكار ومزيد من السخط فإنها تكون عقوبة فإذا تعامل معهم الآخرون بمنطق الاعتبار العودة إلى الله تبارك وتعالى فإنها تكون رحمة لذلك قالوا قد يكون المنع عين العطاء والله عز وجل عندما قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون شو معنى الفتنة أصلا الفتنة هي عرض الزهب على النار ليخرج الصافي النقي وتخرج الشوائب وكذلك هي المصائب التي تنزل هي من أجل حالة التمحيص من أجل حالة الفرز يفرز فيها الناس إلى أناس كالذهب الصافي الخالص وأناس كالشوائب هذا الفرز من يحدده؟ الفرز الذي يحدده هو طريقة تعامل وردة فعل هؤلاء الناس على المصيبة أما الأصل في المصائب أن الله عز وجل ينزلها أيضا لأمرين إما أن ينزلها عقوبة أو ينزلها حتى العقوبة قد تكون ضربا من الرحمة إما أن ينزلها عقوبة انتقام على أولئك الذين كذبوا وأعلنوا التكذيب وأجاهروا بالفساد قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وهناك عقوبة عقوبة رحمة الرحمة لا تعني لنا دائما لذلك قال الشعر فقسى ليزدجروا ومن يكوا راحما فليقسوا أحيانا على من يرحموا الله عز وجل يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ليش؟ لعلهم يرجعون هناك مثل يضرب عند الحديث عن هذه الآية ولله المثل الأعلى لو أنك مشيت في الشارع ووجدت طفلا يشتم بألفاظ بذيئة ماذا ستفعل معه؟ الطفل لا تعرفه الطفل لا يهمك أمره ستقول له يعني أن هذا يعني عيب تنهى قد توجه له نصيحة ولكن لو كان هذا الطفل هو أحد أبنائك وسمعته يقوم بهذه الألفاظ وبهذه الأفعال ماذا ستفعل معه؟ لا بد أنك ستقس عليه أكثر ستسحب من يده ستقس عليه قسوة تؤدبه فيها تركك لذلك الطفل الذي لا تعرفه ليس علامة حب له وقسوتك على ولدك ليس علامة بغض له بل قسوت عليه من أجل أن يرجع لذلك جاءت ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فإذا رجعوا كان هذا العذاب محضر حما طبعا هي هذه الآيات سياقها هي من النمط الأول النمط الأول الذي هو التدمير أن هذه أنزلت في المشركين الذين يكذبون الرسل والذين يعيثون في الأرض فسادا ووصل بهم الاستكبار لدرجة أنهم ينامون آمنين ويلعبون في الضحى لا يقلقهم شيء وقد ارتكبوا من المعاصي بعد أن حذروا وأنذروا هذه الآيات تتكلم عن مثل هذا الجو هم وصلوا إلى مرحلة التحدي أنهم أعلنوا التحدي لله عز وجل ووصلوا إلى مرحلة الإيذاء لكل عباده هؤلاء إذا نزل بهم أمر الله عز وجل يعني أحياناً الحالة اليوم يعني هل يمكن إذا نزل صخة الله عز وجل على أحد المجرمين الذين يعذبون الناس هل يمكن أن نقول أن هذا رحم به عندما يغرق فرعون مثلاً عندما أغرق فرعون إغراق فرعون واضح أنه حالة انتقام وهنا الفرق بين حالة إغراق فرعون الطاغوت والمعروف بتقديبه لموسى عليه السلام وبظلمه واستعباده لبني إسرائيل وظلمه لشعبه وبين الذين أحرقوا في الأخدود الذين آمنوا فكان جزاء إيمانهم أن يحرقوا أحياء في ذلك الأخدود وأقبلوا لذلك قال الدكتور محمد أن ردة الفعل وأن التعامل هو الذي يدل على طبيعة هذه المصيبة هل هي رحمة أم هي انتقام يعني هو الحقيقة يعني لازم نعرف طبيعة الحياة الدنيا الشهرية قال رون عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم فالحياة كل ابتلاء الابتلاء قد يكون ابتلاء الابتلاء هو الاختبار قد يكون ابتلاء بالعطاء وقد يكون ابتلاء بالمنع بالعطاء بيقول الحكم التي ذكرتموها ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك ولو كشف لك سر المنع عاد المنع عين العطاء ربما أعطاك فمنعك ربما منعك فأعطاك ولو كشف لك سر المنع عاد المنع عين العطاء كان المنع هو العطاء قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه شوف ما قال عقبه قال ابتلاه ابتلاه ربه فأكرمه شوف ابتلاء بالإكرام فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما فيظن هو أن إكرام الله له إنما هو عطاء لكن لا ليس عطاء ولا منعا هو ابتلاء وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني قلل عليه رزقه فيقول ربي أهانا فيرى أن المنع هو عقوبة قال يأتي الجواب القرآن الذي يقول كلا يعني ليس عطائي إكراما وليس منعي إهانة معنى جميل إنما العطاء والمنع ابتلا اختبار يعني ما يصير الإنسان يدخل إلى امتحان يقول على الامتحان أخي أنا ليش دخلوا إلى الامتحان أنا رسّبوني ما يصيروا هكذا وليش واحد يقول الثاني أنا أدخلوا إلى الامتحان ما تنجحوني الذي دخل إلى الامتحان لا هو ناجح ولا هو راسد هو في الامتحان لذلك لكن من طبيعة هذه الحياة الدنيا أنا فيها مكدرات بنعطائي يقول الحكم الزنيف يبوش فيها يقول لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار أنت قاعد بدار امتحان شي طبيعي يعني ما تكتب بهذا الدار غير امتحان لذلك يقول هذا الشاعر عندما توفي ولده في هذا المعنى قال حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري بينا ترى الإنسان فيها مخبرا الفيته خبرا من الأخبار طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار جميل هذه الدار مطبوعة على الكدر مطبوعة على المصائب فهي كما ذكر الدكتور أبو الخير إن الإنسان هو الذي يقرر ما هي طبيعة المصيبة التي حلت به طبعا الكارثة وين أننا نتعامل مع النوازل فقط على أنها هي المصائب وقد تكون عينا نعم وأننا نتعامل مع العطاءات أنها نعم وقد تكون عينا نقم لذلك في عدد كبير من الناس عندما يكون فقيرا يكون صالح الحال يكون راضيا يكون يعني مستقيما لكنه إذا أغناه الله تجده أصبح من أهل البطر في حديث نبو في ذلك وأن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الفقر نعم فإذا أغنيته فسد حاله وكقصة ذلك الذي ذكر في سورة التوبة ثعلبة أظن هو الحديث غير صحيح منصوب يعني نعم لكن الآيات فيما نزلت كان حمامة المسجد ولكن الحديث هو لم يصح في هذا الرجل وقال شو الآية القرآنية ستأتي الآن والله نسيتها الآن تفضل ستأتي الآية لكن 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 نقول فيه يعني مصداق لما تقولون ومنهم من عاهد الله لأن أهدنا من فضله لنصدقنا ولكننا بالشاكلين فلما آتهم من فضله بخلوا به واستغنوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يخذبون يعني القصة التي تتحدث عن أنه منع أخذ الزكاة من غير صحيح لا هذا حديث غير صحيح هذا الرجل حديث ثعلبة منتشر جدا وهو غير صحيح وثعلبة من الصحابة رضي الله عنه يعني نذكر الناس في هذا الأمر لأنه لأنه أنا سمعته عدة مرات لا لا طبعا منتشر على المنابر وبشكل كبير جدا وهو حديث ليس صحيح فيه نريد أن لعلنا نبحث في ذلك لنعرف فيما نزلت إذن الآية أم أنها نزلت كظاهرة تصف ظاهرة عامة يعني هو في الأصل الأصل أن نتعامل مع الآيات بالعبرة بعمومي الأفضلة بخصوص أسبابها على أن ما ذكر أنها نزلت في ثعلبة ليس صحيح يعني نزلت في أحد المنافقين في أحد المنافقين لكن لكن لم يذكر صحيح نعم لكن أنا أعطي أدي شيء لأمر هام أنه هل العقوبة دائما مرتبطة بالذنب أولا لا بد لكل ذنب من عقوبها بس كلا أنت قصدك الابتلاء أم العقوبة لا لا أنا أقول عقوبة الذنب الذنب لا بد عليه من جزاء لا بده أقول عقوبة لا بد عليه من ليس بالضرورة في الدنيا نعم أنا أقول هذا لا بد لكل ذنب من جزاء هذا الجزاء إما يعجل له في الدنيا أو يؤجل له إلى الآخرة أو أنه يفعل من الخير والعمل الصالح ما يكفر هذا الذنب أو التوبة أو التوبة قال أحد العلماء أو يجمع له كلاهما يعني يعذب في الدنيا وفي الآخرة لو أن إنسانا لو كان دائما في ترتيب العقوبة على الذنب مباشرة يعني إنسان نظر إلى الحرام فعميت عينه لا سمح الله وفلان قال هذا الترتيب المباشر ما عد حدا يعصي بعدين قال فلذلك الله عز وجل إما أن يعاقبه عليها مباشرة أو يؤجل له العقوبة أو يؤجلها إلى الآخرة أو يفعل من الخير ما يمحو هذا الذنب أو يتوب إلى الله عز وجل أيضا لأنه لأن الله صبحانه وتعالى قدر أن يعطينا مهلة يعطينا فرصة لكي نتوب هو في قصة طريفة قال هناك حداء قال يعني القصة رمزية ليست يعني أنها نزلت يوم للأيام إلى طعام وضع الناس طعاما فأكلت فنزلت هذه الحداءة إلى الطعام فأكلته فذهبت بالطعام إلى عشية فوجته قد احترق وقد احترق فيه أطفالها يعني فسألت الحداءة سيدنا سليمان قالت يا نبي الله وكان يكلم الطيور طيب علمنا منطقة طيب قالت أربك عجول أم مهول يعني بعجل العقوبة ولا يمعل قال بل ربي مهول قالت أنا أكلت الطعام فذهبت إلى العش فوجدت العش قد يحترقوا معي أطفالي قال لا هذا يعني حساب سابق ويلوها فقد يفعل الإنسان ذنبا قبله ثلاث سنوات يعقب عليه بعد عشر سنوات يعني هذا الأمر بيد الله أو أن الله عظم وفكرة وفكرة أن العقوبة يجب أن تكون في الدنيا ليست ليست دقيقة وأحيانا قد تكون العقوبة بما لا يشعر به الإنسان قد تكون العقوبة بسلب نعمة من النعم قد تكون العقوبة بسلبه لذة الإيمان أما يكفي أن حرمته اللذيذة مناجاته قد تكون العقوبة بسلبه لذة القرب من الله يعني ليس بالضرورة أن تكون العقوبة شيئا يشعر أذاه ويشعر وجعاه قد تكون العقوبة العقوبة وهذه العقوبة الأشاد شيء لا يشعر به يأتيه على حين غفلة يسلب منه نعمة عظيمة لا يرى أنها نعمة أصلاً وقد تكون هذه العقوبة رحمة من الله أعزال للإنسان كما ورد في مسألة إقامة الحدود والقصاص وغير ذلك فإقامة هذه العقوبات إذا كان الإنسان راضيا بها ومؤمنا بشرع الله أعزال فيها فهذا تكفير لدم به فالعقوبة قد تكون رحمة للعبد كما أنها قد تكون والأمر بالظاهر قد يكون عقوبة الآن الشهيد ألا يعذب بالقتل يعذب فلان قتل بالسيف أو قتل بالبارودة أو قتل بتفجير أو قتل فهو يعذب ففي الظاهر هذه عقوبة يعني أنه تعذب ولكن قال ربنا عز وجل قال ويتخذ منكم شهداء فهذه التي في الظاهر عقوبة هي بالنسبة له تعتبر تكريم لكن نحن رأيناها عقوبة الأمر الثاني إلى أن الله عز وجل يعاقب الأفراد ويعاقب الأمم أو الجماعات لكن متى يعاقب الأمم والجماعات قال يعاقب الأمم والجماعات عندما تصبح المعاصي فيها ظاهرة عندما تصبح متفجية قال وما ظهرت فيهم المعاصي حتى يفشوا بها أو تفشأ إلا ظارت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم فعندما يفشوا المعاصي في أمي قد يكون في ما في أمي على فكرة أخواننا ما في أمي ما فيها معاصي لأن المنافقين هن عصات فكانوا لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أقل درجة من درجات المعاصي لأن أحيانا في أمي قد يكون نسبة العصات فيها يمكن واحد في المئة مثلا متى زمن النبي عليه الصلاة والسلام قليل جدا جدا لكن إذا ما فيها ولا عاصي شو بيكون بيصير هن ملائكة بعدين هي الآيات هذه التي نحن بصددها تتحدث عن قرية والقرية هنا تعني مدينة أو بلدة لأن كل باللغة أظن كل مكان يسكنه في مجموعة من الناس ينطبق عليه كلمة قرية وإن كان مدينة يبدو أن سكانها بمجملهم من المعاندين من العصاة يعني هي تتكلم لا تتكلم عن أنه في مزيج في مجتمع في مختلط أنا أعتقد أن المانع الله عز وجل ذكر ثلاثة موانع في القرآن الكريم لإهلاك الأمم لعقابهم المانع الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان الله يعذبه وأنت فيه ليعذبهم وأنت فيه والمانع الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني الله عز وجل إذا رأى من مجموع الناس أنهم يقبلون على الله عز وجل لينخلعون من ذنوبهم فإن هذا يمنع عنه العذاب والأمر الثالث وجود فئة تمارس عملية الإصلاح وما كان الله ليهلك وما كان ربك مهلك وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون يعني وجود فئة تمارس عملية الإصلاح أما الصلاح وحده أنه يكون في عندنا ناص صالحين ولكنهم سلبيون لا يسعون إلى التغيير لا يقومون بعملية التغيير هؤلاء لا يمنعون من الإهلاك الذي يمنع من الإهلاك هو وجود ناس يغيرون الواقع يعملون على مجابهة الإفساد الموجود ولكن إذا كانت العملية هي عملية إفساد مستمر دون مجابهة من أحد سلبية من الناس انسحاب من عملية المواجهة والإصلاح عندئذ يستحقون بذلك عقاب الله يعني في القصص القرآني الله سبحانه وتعالى يحكي لنا عن أمم أغرقت أمم أرسل عليها حاصبا أو حاصب أمم هزة صار هزة أمم بالصيحة يبدو أن ماط العذاب التي كان يؤخذ بها هؤلاء المعاندون كانت بأمر الله من الخوارق يعني مثلا مثل الطير الأبابين هذه هي من الخوارق يعني هذه ليست في طبيعة الأشياء أن ينفلق البحر فيبتلع فرعون وجنوده هذا ليس من طبيعة الأشياء هذا أمر خارق بأمر الله يحصل كثير من الكوارث التي تحدث في زمننا هذا يحملها الناس على أنها عقوبة رغم أنها مرتبطة بظواهر طبيعية يعني مثل الآن بتحدث عن التسونامي هذا الذي يقتل مئات الألاف من الناس ويجرف البحر إلى البر وتصبح المراكم على ظهور المباني دمار شامل وهائل وخلال دقائق هذا سبب زلزال يحصل في باطن الأرض تحت البحر طبعاً بإرادة الله لا شك لكنها ظواهر طبيعية موجودة ومعروف أنه في أماكن في الكرة الأرضية أكثر عرضة للزلازل من غيرها بسبب التكوين الداخلي في جوف الأرض هي صحيحة ظواهر طبيعية ولكن الطبيعة ليست عاقلة هي في النهاية كما ذكرتم أنها بإرادة الله وكل ما يحدث بيد الله عز وجل أن الله عز وجل يفعله ما دام أن الله عز وجل فعله إذن لا بد أن نتلمس الحكمة فيه لا بد أن نبحث عن العبرة من ذلك أفعال العقل منوطة بالحكمة ما دام أن الله عز وجل هو الذي فعلها وهو الذي أمر بها إذن لا بد أن نتلمس الحكمة هذه الحكمة العاقل هو الذي يتعامل معها على أنها فعل من الله تبارك وتعالى ورسالة من الله عز وجل من أجل أن يرجع من أجل أن يعيد الحسابات مع نفسه من أجل أن يعيد الوقوف مع الذات وهذا يجب أن يكون على المستوى الجماعات كلها بل على مستوى الشعوب والأمم المعاندون فقط هم الذين لا يلتفتون إلى هذا لذلك نرجع بنأكد على أن القضية لها علاقة بآلية التعامل مع هذه الظاهرة الطبيعية عندها هذه الظاهرة الطبيعية التي حدثت بأمر الله تبارك وتعالى ولا بد لها من حكمة لذلك اليوم نحن بحاجة إلى دراسة المجتمعات لا بد أن نرجع إلى أنفسنا فنسأل أنفسنا الله عز وجل لماذا ينزل هذه المصائب؟ الله عز وجل ينزل المصائب لحكمة هذه المصائب لا بد أن نبحث في أسبابها لذلك نرى في غزوة أحد على سبيل المثال ما حل بالمسلمين مصيبة مصيبة كبيرة وهذه المصيبة استشهاد سبعين منهم وجرح كبيرة وأصبحت وأخسارة الله عز وجل عندما أمرهم بمراجعة الحدث قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أي راجعوا أنفسكم ابحثوا عن الأمر في ذواتكم كما أن قد يقول قال طب يا أخي هذه معركة هم قاتلوا مدامت هي معركة هذه النتيجة أحدثها الله تبارك وتعالى وهذا الذي جرى في الطبيعة بأمر الله تبارك وتعالى يجب أن نتلمس الحكفة منه أيضاً يعني هنا الحقيقة يعني بدنا نقول أن القرى أو المدن عندما يحدث فيها عقوبة عامة صح عقوبة عامة أو ابتلاع عام أنا نقول أنا بتذكر في أحد الناس في مدينة من المدن التي يعني صار فيها دمار كبير أحد الناس من المنعمين في هذه المدينة وهذه قصة واقعية حقيقة كان مستعجل يوم أيام صباحاً بديروه على عمله فلقى حذاء وأجلكم الله في عليه بعض الغبرة فما وجد شيء يمسح به حذاء فقام لبّت الخبزة خبز الصندويش لبّت الخبزة فمسح بها حذاء ما مضى تقريباً شهر طبعاً ليس بفعله فقط لكن كان أمر هذه البلدة أنها كانت في ترف كبير وفي بعد عن الله عز وجل كبير فأصاب هذه المدينة يعني دمار شامل بحرب أهلية وقعت يعني في فتذكرت قول الله عز وجل وضرب الله مثلاً قرية كانت آمينة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هذا الرجل سبحان الله الذي فعل هذا تاب إلى الله سبحان الله فهو يذكر قصته يعني قال بعد من نبي شهر صار هناك حرب ويعني فظل على درجة البناء ثلاثة أيام ليس أمامه إلا خبزة من هذه التي مسح فيها حداء وأنينة ماء زجاجة ماء وبقي ثلاثة أيام يأكل من هذا الخبز ويشرب من هذا الماء ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا مثال حقيقة على أنه عندما الإنسان يعني يبعد كثيراً عن الله عز وجل يأتي بعد هذا العقاب الإلهي الله عز وجل يتحدث عن بركات من السماء والأرض التعامل مع هذه البركات التعامل مع هذه النعم يحتاج إلى رسائل مهمة يعني اليوم ألا يوجد في مجتمعات المسلمين بعض المجتمعات التي تعيش حالة من الترف ما يقذف في حاويات القمامة من الطعام والشراب يكفي شعوباً بأكملها من إخوانهم المسلمين هجروا من ديارهم طب هذا الفعل إذا لم يتم الوقوف عنده وإذا لم يتم استدراكه والإصرار عليه الاستمرار عليه مع زيادة في البطر أليس مؤذناً بأن هناك خراباً قادم؟ نعم وهذه الأماكن التي فيها هذا الترف فيها أناس لا يأكلون إلا من القمامة نعم يعني يتحينون الفرصة يفتحون صناديق القمامة ليبحثوا لعل أحدهم ألقى بما يمكن أن يؤكل أو يشرب وهذا الدكتور حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة أحسني جوار نعم الله فقل ما زالت عن قوم ثم عادت إليه اليوم إذا المجتمعات ما حفظت نعم الله أنا أقول حتى على مستوى الأسرة على مستوى الفرد على مستوى الأسرة على مستوى رب الأسرة يا أخي اضبط بيتك اضبط لأنه إذا وصل بعض الأسر تصل إلى درجة إلى درجة من الترف ثم تصل الأمة كلها إلى درجة من الترف عندما يصبح هذا قال تعالى حتى إذا أخذنا مترفين من العذاب هذا الترف سيؤدي إلى كل هذه المصائب لأنه الترف مو بس ببعد الإنسان لا يوقعوا في المعاصي نعم يوقعوا فيما تقول شيخنا يعني مسألة الفتح هنا الفتح إذا ارتبط بالبركة إذا ارتبط بالبركة فهذا فتح فيه خير في الدنيا والآخرة جميل هذا الفتح الذي فيه الخير العظيم لكن إذا كان الفتح غير مرتبط بالبركة كان مطلقا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ونفتحت عليهم الأبواب لكن هذا الفتح غير مرتبط بالبركة كان نقمة فكان عقوبة لهم فتح بركة لا بد أن ارتباط الفتح هنا في هذه الآية بالبركة فيه دلالة عظيمة جدا أن هذه البركة ليست بركة دنيوية فقط هي بركات كانت بهذا الصيغة فيها جمع وأيضا مطلق لأن فيها نوع من التعظيم وأيضا يشمل البركات في الدنيا والآخرة هذا يدل على أن الله عز وجل يفتحوا أبواب كل شيء للمؤمنين على المؤمنين وعلى غير المؤمنين على المسلمين وعلى غير المسلمين وهتان آيتان واضحتان في المعنى ذاته فتحنا عليهم أبواب كل شيء وهن فتحنا عليهم بركة الأرض والسماء فالفتح أبواب كل شيء يأتي للجميع ولكن تكمن العبرة في التعامل مع هذا الفتح إنه إذا كان هذا التعامل تعاملاً إيجابياً تعامل حفظ النعمة تعامل الإيمان بالله تبارك وتعالى تعامل رد الفضل إلى الله عز وجل فإن هذا يكون خيراً في الدنيا والآخرة على ذكر النعمة والترف أنا ألاحظ تقصيراً كبيراً لدى الجيل الجديد من الآباء والأمهات في تربية أبنائهم على التوفير على عدم البذخ على عدم السرف في كل شيء سواء فيما يأكلون فيما يشربون فيما يلبسون حتى في الإنارة يعني تجد أن البيت كله مضوي كل الغرف مضوية بدون ضرورة طبعاً هذا استهلاك للطاقة ويؤثر على البيئة يشعر بعض الناس بأنه منام متوفراً فلماذا لا؟ قد يأتي زمن لا يكون متوفراً تربية الناشئة على الاقتصاد في غاية الأهمية يرتب حياتهم يعني بصير عندهم نوع من الـ يعني إدارة جيدة لحياتهم ولمواردهم مع الزمن قد تتقلب الأمور وتتغير الدنيا وتقلبت رأينا في السبع سنوات كم تقلبت أحوال الناس وكم تقلبت الأمور وناس كانوا في غاية الاستقرار وفي غاية الرغد في غاية التناعم الآن أصبحوا مشردين مقطعين في الأرض هذا كان فعلاً يحتاج إلى تهيئة نفسية وتهيئة مجتمعية وأنا أعتقد بأنه ما ذكرتموهم أنه الجيل الجديد هو لا يفعل ذلك لأن أصلاً الجيل القديم عانى عاش مرحلة معاناة من فقر من ضيق من شدة ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل عليه فهو يعرف قيمة النعمة أما هذا جيل أتى إلى واقع فيه كثير من النعم فهو لم يدرك بعد ولكن جاءت الآن هذه الأحوال من ثمان سنوات إلى اليوم ليعيش الناس مرحلة حقيقية من فقدان النعم يعني من يذهب إلى المخيمات في الأماكن المختلفة من يذهب إلى أوروبا من يرى كيف أن الناس فقدوا كل ما يملكون والآيات أيضاً فيها كلام عن القصص تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذنبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين هذه الآية نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وهو في نضاله وجهاده وصبره وثباته وتحمله هذا القصص كان له دور أساسي في طمأنته وتثبيته ولذلك لا يقص عليك من أنبائي الرسل ما نثبت به فؤادك يعني معظم الآيات المكية هذا نمطها أنها تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلاله تخاطب فئة المؤمنين القلة المصدعفة عما كان يحدث للأمم التي سبقتهم تعطيهم الأمل يعني هي ليست فقط الأمل الآن أول شيء القصص أثبت في الذهن أنت عندما تروي قصة للناس يحفظونها أكثر مما لو أنك بدأت تتكلم لهم مبادئ عامة يعني لو بقيت تتكلم لهم نصف ساعة مبادئ عامة يعني ربما يذكرون منها القليل ولكن لو وضعت بين أيديهم قصتان فالقصة أحفظوا في الذهن وأثبت في النفس هذا أولا الأمر الثاني القصة فيها تجسيد لواقعة أنت لا تعطيهم فقط مبادئ نظرية مجردة أنت تقول لهم هناك حدث وقع في الزمن السابق وجرى فيه كذا وكذا وكذا وتروي لهم التفاصيل وهذه قصص ليست قصصاً وهمية لا هي وقاء حدثت مدامت وقاء حدثت إذن يمكن أن تتكرر ويمكن أن تعود فعندما الآن إذا نظرنا مثلاً إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قصة يوسف عليه الصلاة والسلام نزلت في أحرج ساعات وأوقات السيرة النبوية القصص ترسم خارطة طريق للمسلمين ترسم خارطة طريق واضحة متى نزلت سورة يوسف؟ سورة يوسف نزلت تقريباً في السنة العاشرة العاشرة للبعثة يوم توفي أبو طالب بعد وفاة أبو طالب وهجرة الطائف بعد وفاة أبو طالب وخديجة والعودة من الطائف عام الحزن في هذا العام الذي سدت فيه الأبواب أمام النبي عليه الصلاة والسلام سدت فيه تماماً لم يعد يجد من يسمعه نزلت سورة يوسف سورة يوسف ترسم خارطة طريق حقيقي يا الله الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يوسف نبي مثلك أخوك نبي تآمر عليه إخوته فحاولوا قتله وسيتآمر عليك قومك فيحاولون قتلك أخرجوه وسيخرجوك ولكن يوسف حصل له التمكين خارج أرضه ودياره وسيحدث لك التمكين خارج أرضك وديارك ثم أتاه إخوته يعتذرون إليه وسيأتي إليك قومك يعتذرون إليك وقال لهم يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وستفعل ذلك مع قومك لذلك لما رجع فاتحا إلى مكة وقال لهم ما ترون أني فعل بكم قالوا أخ كريم ابن أخ كريم ماذا قال لهم قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين استحضر قول يوسف عليه الصلاة والسلام نفسه فالقصص تأتي لترسم خارطة طريق واضحة للمؤمنين في الأحداث التي يعيشونها ويجب أن يتعاملوا معها بهذا المنطق بمنطق أنها سنن وخارطة طريق في أي أحداث وخطوب يعيشونها ويعيشونها لذلك يعني علماء الأصول يقولون بأن القصص من المحكمات القصص القرآني من محكمات القرآن والمحكم يعني ما تكون دلالته قطعية غير قابل للنسخ غير قابل للنسخ ولا للتأويل يعني فهذا القصص القرآني حقيقة هو المرجع يعني من المراجع من الأصول الأساسية التي يرجع إليها وهي تدخل في أم الكتاب لأن هذه المحكمات هي أم الكتاب فهي هذه أصول يعني يرجع إليها والأمر الآخر يعني هذه الدلالة القطعية يعني دلالتها في الوقوع مثل ما حصل في هذه الآيات التي نتكلم حولها مسألة القرى القرى التي آمنت واتقت مثالها كان قريبا بعد نزول هذه الآية بسنوات جاءت القرية المؤمنة التي اتقت الله عزل وهي في المدينة وظهرت البركات والخيرات في هذه المدينة المباركة وكذلك الحال في مكة فهذا الخطاب كان أصلاً يعني خطاباً موجهاً لمشركين في مكة كان هذا الخطاب موجهاً إليهم فبالتالي ظهرت هناك السبع السنوات التي الشديدة التي وقعت على أهل مكة يعني من منع للخيرات والبركات وكان أهل المدينة ينعمون بالخير والبركة في ذلك الوقت فهذه يعني دلالتها واضحة حتى بشكل مباشر هذا القصص الذي كان يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسم له خارطة طريق كما ذكرت ويعطي للمؤمنين أملاً وثقة يشعر به الإنسان المسلم في أي وقت وفي أي مكان عندما يكون في بحما يعني هذا القصص عبرته لها ديمومة مستمر يعني مش إنه مقتصر على من كان في مكة في ظرف معين بل كل من يتكرر معه هذا الظرف عندما يقرأ هذا القصص تنزل السكينة عليه وأنا لمست ذلك من الشخصيات التي أجريت معها مراجعات وكانوا قد قضوا سنوات في السجون وتعرضوا للتعذيب كيف كان القرآن هو أنيسهم وهو الذي يبعث الثقة في نفوسهم والأمل في أن بعد هذا العسر سيكون هناك يسر وهذا شيء يرعب والطغاء أنا أذكر كنت خطيب مسجد في سوريا في درعة وبدأت لما بدأت الثورة المصرية بدأت سلسلة خطب من برية مع قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون وكانت تحت عنوان فرعون ظاهرة تتجدد أو الظاهرة والمآل فبعد خطبتين تم استدعائي من أحد الفروع الأمنية فرئيس الفرع الأمني سألني بكل وضوح أنه أنت ما لك ولفرعون يعني ماذا تخطوك تركه بحالة غيران على فرعون هو يعني والله شاء الله لك يعني سألني شاء فرعون تبع يعني أنت بشو ضيقك فرعون يعني ممنوع وطلب وأعطاني قرارا بمنع الحديث عن فرعون مطلقا وهو فرعون معلمهم أجتازهم فرعون طبعا فلذلك هذه القصص فعلا تؤسس وأيضا هي تؤسس لحالة وعي كاملة عند الناس فالناس عندما يرون أفعال يعني الطغى والمجرمين ثم يقارنوها بما قصه الله تبارك وتعالى يشعرون بأنهم يعيشون مع هذا مع الفراعنة يعيشون حالة فرعون وحالة موسى عليه الصلاة والسلام وأن المآل لابد أن يكون كمآل فرعون يعني هذا يعطيهم الكثير من اليقين يبرد قلوبهم أنه لا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا ماذا جرى لفرعون وماذا جرى للنمرود وماذا جرى لكل المتكبرين والطغاة الذين سبقوا ربما كان حالنا مختلفا لكن نحن بالرغم من أننا مثخنون بالجراح بسبب ما حدث لكن لدينا هذا اليقين لذلك هناك اليوم سؤال بيظهر بشكل كبير جدا يسأله كثير من الشباب أنه أين الله مما يجري أين الله تعالى مما يجري هذا له إجابة طويلة ولكن في شيء منها له علاقة بأن هؤلاء لا سبب تفجر هذا السؤال هو عدم معرفة العاقبة أنه أنت تعيش في قلب أزمة لا ترى عاقبتها لذلك نحن نفس هؤلاء الذين يسألون أين الله تعالى مما يجري لا تجدهم يسألون أين الله تعالى أين كان الله من موسى وفرعون مما يجري رغم أنه كان يجري وأين كان الله تعالى من الصحابة لماذا لم يتدخل لإنقاذهم لأنهم يرون العاقبة هم شايفين شو النتيجة شايفين بأنه فرعون أغرق وشايفين بأنه النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة أن يتفكر الناس دائما بالعاقبة بما جرى مع الأنبياء والمرسلين ومع المصلحين ومع الطغى والمجرمين يجعل قلوبهم تطمئن بأن العاقبة واحدة هنا يسأل أحدهم سؤال مثل ما ذكر الدكتور عزام إن لو أن مدينة حذس بها زلزال ومات فيها الطالحون ومات فيها أيضاً صالحون فما شأن هؤلاء الصالحين الطالحون عرفنا مشكلتهم ما بالك بهؤلاء الصالحين قلت لهذا السائل أنا مرة سألني أحدهم سؤال قلت لو أنك تعلم ماذا أعد الله لهؤلاء الصالحين لتمنيت أن تكون منهم صحيح فهو ربهم إذا أنت سألت عنهم قلت سألتوا شو مصيرهم ليه شيك فلو أنك تعلم ماذا أعد الله لهم لتمنيت أن تكون أنت معهم طبعاً نحن لا نعرف خبيلاً يعني لا نعرف ما في نقول لما قالت السيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاح هذا مظهر قالت كيف لا سألت النبي عليه الصلاح كيف قال يحشروا أولهم وحديث النبي عليه الصلاح يحشروا بأولهم يغزوا جيشون الكعبة هل هي صالحين في البخار يغزوا جيشون الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض وخسفوا بأولهم وآخرهم فقالت سيد العائشة قالت هذا السورة كيف يحسفوا بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وما ليس منهم قال يخسفوا بأولهم وآخرهم ثم يحشرون على نياتهم فهو نحن أول شيء الحياة ما لقيمة أمام الدار الآخرة فلو أن إنسانا يجلس على الأرض يأكل وجلس إنسان فقير يأكل معه وجاء إنسان فأخذ هذا الفقير وقال لو أنا أعوزك ففي الظاهر حرمه من الأكل لكن هو أعد له مائدة أخرى في مكان آخر هي أسمن بكثير المائدة التي كانت لكن في الظاهر هو منعه ولكن في الحقيقة هو أي شيء هو أعطاه ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك ولو شرح لك أو أعطاك سر المنع عادة منعه عين العطاء تركوا أنت الأمر لله سبحانه وتعالى أريد أن نذهب إلى التفاتة أخرى لها علاقة في الابتلاءات أنه اليوم في عادة أنه بعض الناس إذا مرض أو أصابه مرض يسعى لأهله إلى إخفاء مرضه لأنه مباشرة الناس بسرعة يقول هذا مرض أكيد يعني عامل شيء في حياته أكثر سيئات أكيد ومن منا لا يمرض تمام وبعض الناس إذا أصيب بمرض معين لا سيما من الأمراض الصعبة يبدأ الناس يقولون هذا بدأ أكيد أن هذه ذنوب وهذا يعني حقيقة فيه تزكية للذات وفيه اتهام للآخرين ألم يضرب الله مثلا في القرآن بأيوب عليه السلام وهو نبي مقرم النبي عليه السلام عندما ألمه رأسه في أيامه الأخيرة وقال ورأساه فسألته السيد عائش عن ألمه قال إني أوعك كما يوعك رجلين يعني ألمه بألم اثنين فهذا يعني هو ليس علامة يعني دائما عندما يصاب الإنسان سواء على مستواه الفردي أو على المستوى الجماعي ليس علامة سوء هذا قد يكون علامة عطاء من الله تبارك وتعالى يحدده حال الإنسان وطريقة التعامل الأمر الهام أننا نحن دائما نرى جزءا من الصورة لكن لا نرى الصورة كلها أنت لا يمكن لك أن تحكم إلا عندما ترى الصورة كلها وتعرف الظاهر وتعرف الباطن وتعرف كل شيء عندك فنحن نحكم على جزء ولا يمكن لنا أن نحكم على جزء من الصورة يجب أن نرى الصورة كلها ربنا سبحانه وتعالى عنده الظاهر والباطن وما خفية وما أعلن فنترك الأمر لله سبحانه وتعالى في إحدى الطراب في أزمتنا السورية فقتل وتشريد ويعني سفك دماء وقتل أطفال فجاءتني إحدى النساء وسألتني يأتي يعني أستاذ لئمت يعني إلى متى فخطر في بالي جواب قلت لها يا أختي الله يرضى عليك لا تعلمي الله ما الذي يساوي الله أحكم الحاكمين الله إذا كان هناك إنسان عاقل نحن نثق بعقله وحكمته فكيف بأحكم الحاكمين اشتغلي بما عليك وتركي لله سبحانه وتعالى بما يقضي فما يقضي هو يعلمه تماما قد لا نعلم نحن خبايا الأمور لأرجع لفكرة الإصلاح والصلاح عندما كان ينزل الخسف أو العقوبة الجماعية بالأمم الجاحدة كان الله يوحي للنبي أن يخرج ومن معه من المصلحين يخرجون لأنهم لو ظلوا العذاب يعم كنت دائما أستغرب كيف أنه عندما أحاط أبرها بالكعبة وأراد أن يهدمها بالفيل عبد المطلب طلب من أهل مكة أن يخرجوا إلى الجبال غادروها لم يبق منهم أحد فيها الله أعلم لعل الله أوحى له بهذه الفكرة لأنه سيكون عذاب عام أو لعله هو استشرف أن هذا الجرم الذي كان ينوي أبرها ارتكابه كان سيستحق عليه عذابا من الله لأنهم طبعا كانوا يعرفون هذا بيت الله الحرام يعظمونه ويعظمون شرائعه إلى آخره هذه القصة دائما كانت تستهويني يعني قد يكون هناك العديد من التفسيرات لهذا ولكن هو موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر